ولذا اكو دراسة حديثة ما القبل سنة او سنتين اذا الاخوة عدم وقت طالعون وهو لكاتب معروف وعند دراسات كثيرا اعزائي وهو جورج طرابيشي يقول آفة آفة المسلمين والذي ادى الى ان يتأخر المسلمون والى ان ينحط المسلمون امامك الان احنا عددنا في العالم قرابة الاشقيد اثمين مليار ها شنو نسمة يعني لا اقل لا اقل احنا الان انشكل تقريبا ثلث شنو كرة الارضية ولكنه حتى صوت واحد بمجلس الامن ما عدنا يعني اليك قيمة انت لو ما اليك قيمة ما لك خمسة وخمسين دولة انت اسلامية صحيح وتملك كذا من الامكانات المادية والاقتصادية والاستراتيجية وفوق الاستراتيجية ولكنه تستطيع ان تتخذ اقل قرار مرتبط بالمنطقة لابد الغرب يجلسون في مجلس الامن واتخذوا لقرار ملانا يقول لماذا ان المسلمين مو الاسلام هو عندما عندنا مشكلة مع الاسلام يقول لماذا ان المسلمين انحطوا الى هذه الدرجة من الانحطاط يقول انا اقول لكم في جملة واحدة لانهم تركوا اسلام القرآن الى اسلام الحديث يقول عندما جاءنا اسلام الحديث يعني شنو يعني بني امية دخلوا على الخاط يعني الوضاعين دخلوا على الخاط لان القرآن ما كان يقدرون يتلاعبون به يستطيعون او لا يستطيعون لا لا باب القرآن خط احمر خط احمر خط احمر الهي خلص وإلا واقعا واقعا اذا القرآن هماتي هذا الخط الاحمر الالهي ام كان ينكسر واقعا بعد فالله له حجة على خلقه او ليس له حجة ليس حجة لماذا لان هذا الحديث هذا وضعه وهذا القرآن هم هذا وضعه بينك وبين الله وين اتصر قاعدة اللطف وين اتصر هداية الناس وين ولله على الناس فلله على الناس الحجة البالغة لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هو الرسل شنو باقي منه القرآن يوم القيامة يقول للناس لان لا يكون للناس على الله حجة متى بعد الرسل وشنو باقينا من الرسل العزيز قرآن وشنو حرف كما يدعيه بعض من لا كذا احذف المتعلق شنو تسميه سنم خد تضح باتفاقي سنة وشيعة فيها جعل او ماي فيها جعل فيها جعل فيها موضوعات او لا نعم نقل بالمعنى نعم تلاعب نعم ويكون في علمك كل هذا حدث هم ماتينا في القرن الاول من الهجرة كل هذا حدث في القرن الاول من الهجرة الى اواسط القرن الثاني من الهجرة يعني من سنة 150 و 170 اللي بدأ التدوين اكو كانت مشاكل ولكنه كل ما حدث في هاي الفترة الشفاهية لنقل الحديث واللي كان منو يحكم بها الاسلام والمسلمين منو يحكم منو يحكم بني امية وبيني امية بينك وبين الله مسلمين ومنافقين ها منافقين بقطعا ويقينا طبعا اذا اتكلم بشكل عام التفتولي جيدا اذا انت شنو تتوقع الآن افترض ان المجتمع الاسلامي يعطى حكومته وقيادته ودينه وثقافته بيد الصهاينة ماذا يفعلون بالدين عزيزي وهؤلاء يفعلوا بالدين ها كذا ولذا احنا كتابنا هذا معالم الاسلام الامود وكتاب السلطة هذن الثنين اللي اعطيناكم رجائي تقرؤوا من هذن لان انا متعرض لهذن القضيطين اساسا ماذا فعل بنو امية وخصوصا معاوية وخصوصا معاوية وخصوصا معاوية وانا بودي اعزائي اكو كتاب كاتب احد المفكرين الليبيين راح من باله اسم كتاب كاتب عن معاوية ابن ابي سفيان معاوية ابن ابي اسم مؤسس الدولة السفيانية الكتاب يقع في الف صفحة مولانا وانبين بأن هذا الرجل ماذا فعل وقعه ماذا فعل طبعا هو يذكر هذا من مفاخره يذكر في الإدارة شنو سوى في السياسة شنو سوى في الدواوين شنو سوى في الأحاديث شنو سوى في الحروب شنو سوى في نظام الدولة كله سوى هذا كل من مفاخره يعتبر هذا تاريخنا وإحنا أعزائنا والأئمة كانوا مغلوب على أمره مش يقدرون يسوون هو إلى بعد 1400 سنة والإمام الثاني عشر مغلوب على أمره ما يقدر يسوي شي هو إلا لو يقدر يسوي شي كان خرج له بقى في غيبته إذن أعزائي ولهذا هذا الكتاب كتابا كبير جدا أنا أخيرا وصلني من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث اسم الكتابا مهد من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث ويقع الكتابة مع أعزائي أخذت أقول لك ياهيم في 640 صفحة مولان هو يقول يقول والخطورة لا تكمن فقط في هذه النقلة في المرجعية من القرآن إلى الحديث يقول المشكلة مو فقط أنه إسلامنا بدل أن يكون إسلام قرآن صار إسلام ماذا؟ حديث هذه فت خطورة المشكلة مو هنا التفت بل أيضا في تحول هذا الحديث إلى وحي يضارع القرآن بل فوق القرآن تفت وهو كذلك يعني الآن أنت أي شيء تقول يقول لك الرواية يعني عرض القرآن على السنة يقول المشكلة مو فقط في أنه استندوا إلى السنة نحن ما عدنا مشكلة ولكن المشكلة ماذا؟ أنهم جعلوا الحديث في عرض القرآن بل قدموا الحديث على القرآن يقول فمع فرضية هو طبعا يعتقد يكون في علمكم وأنا أدعو لأعزه أن يقرأوا رسالة الشافعي لأنهم يعتقدون أن هاي نظرية السنة بهذا الشكل الذي الآن موجود بأيدينا المؤسس لها من هو الشافعي الإمام الشافعي ولهذا رسالته يقرأ اللي هي في علم الأصول الرسالة معروفة الرسالة اقرأوها يقول فمع فرضية الشافعي القائلة بأن الرسول لا ينطق إلا عن وحي حتى عندما لا ينطق بالقرآن فهو ما ينطقه ماذا؟ طبعا هاي نظرية منهماتيا نظرية الشيعة يقول أنزلت الأحاديث التي وضعت على لسان رسول الله بعد وفاته منزلت ماذا؟ منزلت الوحي وهذه أمامكم مصادر القاوم وشوفوا أبو هريرة اللي أفضل 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 الإحتمالات وأحسن الإحتمالات لم يعاصر رسول الله إلا ثلاث سنوات من تشعر ناقل منه خمس تالاف رواية هو مشان يقول من يا جراب أمطيك من هذا الجراب لو من هذا الجراب من هذا الوعاء أمطيك لو من هذا الوعاء ومعروف يعني وعاء المجعولات لو وعاء اللي جنوا سمعزنا رسما موجودة في كتبه بعد يكفي أن تقرأ شيخ المضير مولان حتى تعرف بأنه أبو هريرة سو مولان محمود أبو رية مولان اللي هم كسروا إيدا هم كسروا رأسا هم كسروا إيدا من كتب هذا الكتاب بعض علماء الكذا في مصر محمود أبو رية هذا اقرأه وإقرأه أضواء على السنة المحمدية مال محمود أبو رضية رجائي رجائي عالم سندة يكتب أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية وشيخ المضيرة ما الأكل كان مولان شيخ المضيرة أبو هريرة مولان يقول وتوافق أهل الحديث والفق على اعتبار السنة كالقرآن تشريعا إلهيا متعاليا يقول شنو المشكلة ستخذت قولي شنو المشكلة يقول مشكلة بيني وبين الله أنهم حرروا السنة من شروط المكان والزمان مع أن هذه السنة جائزة ضمن شروط الزمان والمكان وهذا ما حكم على العقل العربي الإسلامي بالانكفاء على نفسه وبالمراوحة في مكانه وهذا ما سد عليه الطريق إلى اكتشاف مفهوم التطور يقول هذه النتيجة يقول والله أنا أخشى أنه هذول السلفين الآن أمامكم سيرجعوننا تنذر الأحداث بالتحول إلى ردة نحو قرون وسطا جديدة وهو هذا يحدث الآن أمامكم الآن انظروا ماذا ماذا يحدث في سوريا انظروا ماذا يحدث في الشرق الأوسط انظروا ماذا يحدث في الإحراق انظروا ماذا يحدث في إيران وغيرها لن تقولél سيدنا ليش أجب إيران لأنه ما مطلع على كل ما يجري الآن في سستان البجستان شكوا في الأهواز شكوا في مناطق أخرى شكوا انت اروح اطلع وبعد ذلك ستجد بأنه الخطر هذا يحدق ماذا؟ هذا الفكر المتخلف هذا الفكر السلفي هذا الفكر الذي يحاول أعبر عنه الفكر الأموي الذي لا يعتقد إلا ماذا؟ إلا بما يقول هو الحق المطلق والباقي لابد شنو يذبح ومع الأسف الشديد بدأ هذا الفكر أيضا يأتي إلينا في بعض فضائياتنا الشيعية وفي كتاباتنا أيضا يعني لو توافق أنت في الرأي وتسب وتشتم لو أنت شنو شيعي لو مو شيعي مو شيعي أمامك هذا الفكر السلفي ولذا أنا ما أعتقد أن السلفية مو مفاهيم السلفية السلفية منهج أينما وجد مثل الإرهاب إرهاب مربوط بدين لا بالمسيحية تلقى إرهاب بالإسلام تلقى إرهاب باليهودية تلقى إرهاب كل مكان إرهاب لأنه الإرهاب منهج مو مفاهيم جيدة عزيزة من هنا أعزائي مو شيعي اشتركوا في القناة